يحاولون جاهدين الاستمرار في مسيرتهم التعليمية عسى أن يتغير شيء في واقع القطاع التعليمي في العراق هنا في محافظة النجاف المدرسون والطلاب على حد سواء يعانون بسبب الأبنية المدرسية التي ضاقت بهم مقاعدها فضلا عن جدرانها التي تكاد تتداعى وضع الآن للصفوف هاكي المدرسة المدرسة التي نعرفها من سنة السبعين هي متأس هذا الواقع يؤكد العاملون في القطاع التعليمي أنه نتيجة حتمية لخضوع هذا القطاع المهم من المحاصصة السياسية وتعرضه للتهميش المتعمد سواء على مستوى البنية التحتية أو الكوادر التعليمية سبب هو الإهمال المحاصصة التحزب الفساد المنظومة التربوية دخل فيها مشروع الفساد الذي طال كل المؤسسات وحالها حال باقي المؤسسات مما أدى إلى انخفاض المستوى العلمي الخدمات السيئة البنى التحتية السيئة يعني مدارس حديثة لم نشهد بناء مدارس حديثة منذ 2003 على الجانب الآخر تشير مديرية تربية النجف إلى أن تهالك الأبنية المدرسية هي نتيجة حتمية لتقريص الحكومة موازنة القطاع التعليمي في هذا العام كانت موازنتنا ضئيلة جداً قياساً بالموازنات الأخرى مما أدى إلى ترميم عدد قليل جداً من البنايات المدرسية إقرار يأتي في وقت ترتفع فيه أسعار النفط ويشير بوضوح إلى غياب أي خطة لتطوير هذا القطاع ويطرح أسئلة عن عدد باستفادة الحكومة من الفائد النقدي في الموازنة لانتشار القطاع التعليمي من أزماته التي تحاصره ترجمة نانسي قنقر